السلام عليكم المتتبعين ديالي كديرين لبس عليكم كانت منا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب اليوم جيت نشارك معكم الصحور اللي درت ولجت الرايب كما كتشوفوا هنا يا راهنا واجد اه تبارك الله جزوين انا الرايب كي يجيني مزيان يعني كي يجي عاقد ما انتو ما كما كتشوفوا بالنسبة اللي بناتلي كالسين فطار والله يلس اهدات ومو الله العيالات كاملة اللي كالسين فطار يعني رمضان يخص الواحد يكلس في الدار وقد يشغلوا في خاطر وماشي بحل يخدها بعد كي يجي من الخدمة وعندو غي ساعتين اللي يكون في العوان الجامع يعني ساعتين وش هتوجدي فيها وش يعني اذا كالسين ما كنصورش انا بزاف رمضان لحسب الوقت وتصور خصو الوقت وهذا يعني اليوم اخرجت شوية بكري من الخدمة مكشي عدش كان عندي الوقت ان انا نصور وراني درت بزاف ديل الشيوة تغي ما صورتو مش اه زي ما ما حطيتو مش هاد النهار عد غدين منطيهم ان شاء الله وغدين احطو هنا عندي الرايب ملقيش سنيدة وغدين دير اغي جوج مرسويات ونص ووحد الفانية وغدين ديري طعود الحليب وغدين زيت عليه ضنون الفاني وغدين خلط مزيان وغدين عمر في الكيسان وعني انا دير الماء كيس خن في الغلاي وهنا استعملت نفس الطاوة اللي غندي ندير فيها الكيسان والمسخون يعني قلت بلا ما نكتر عليها لمماعن كما كتشوفو غدين عمر الكيسان ومن بعد غدين شل الطاوة وغدين سفيها الكيسان وغدين زيت المسخون عليها هنا ما عنديش الحامض باش نديرو في الطاوة باش ما سكحلش باش مشكل صافي غادي نشلل الطاوة وغادي نستفيها الكيسان وغادي نخويل ما طاوة وغادي نغطيها بالسلوفان مش تقبط من نفسه عليها وغادي نغطي مغطيها ديالها غادي ندير الكاس الكاسرون صغيرة ونفس الطريقة غادي نغطي بالسلوفان وغادي نديرها نغمها مزيان بشي ملاي صغيرة ولا كشميرة ولا اللي كان مهم تغطى مزيان وتخلي وانا نرى صوبتها مع العاصر صوبتها دريب مع العاصر ومع العشرة اللي لقيته واجد هنا يا هادي هي الججل اللي صوبت بالخضراء حق مع مرة تباك الله ما شاء الله جزوينا بزاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحامض. صير. عندي معلقة سكين جبير ونسمع القادة البزار والخلقوم ومعلقة التحميرة والحار والملحة. والزيت. زيت زيت العود. واندي شوية الماء. انا هنا يا كنت ساهية. كنت كانت اضربة على الوليدة. وخلطت كل شيء. ما كانش عليها نخلط كل شيء. دهي خاب رمضان. كان عليها نخلطي العطرية والقصف رمضان والحامض والثومة. انا خلط كل شيء تهزي. سراسي باش نهز الجاجة وانا ندوخ. مش مشكل. الغلط كي يوقع. اخصي لابن امكان كيتهاواذ ولا ساهي ولا معاف. لها كي يغلط. مهم غادي نشرم للجاجة. وخب بخلطة الزيتون. مكينش مشكل. تهكرة غت غتصوب. يعني غادي نشرم لها مش مشكل. كما كتشوفو. ازا تبارك الله زوينا. وبالنسبة للخضرار انا نقيتها وقطعتها بطاطا اطراف وكاده اللي يخيزو. واللي بغي يزيد العريق ويزيد المهم انا بغي تكتافي تغيب بطاطا وخيزو. انا هي غادي نطق بصدر ديال الجاجة مزيان. ندخلها للطياب. ندخلها للشارمولة شوية في السدر. وغادي نخلط الشعرية الصينية. بالنسبة للخضرار انا راني مشر ملتعش لانه غادي نديرها يعني تطيب جاجة نسطيبة. وغادي نزيد علي هذه الخضرار باش تفور. ومن بعد فشة نطفع عليها غادي ناخدها وغادي ندير في المقلة معلقة زبدة وجوج معالقة القبارين ديال زيت العود. ولا ثلاثة ديال معالقة على حسب يعني الكمية ديال الخضرة اللي عندكم. وشوية ديال الكامون والملحة وغادي نخليوه يتشحره مزيان. وشوية ديال معتنوس كتجيزوينة بزاف. انا راني ما صورت شادي الفيديو لانه كان بالوقت يعني كان المغرب قرب وكان بزاف ديال اللي حواج ما زل ما صورتهمش. يعني نسيت ما صورتش. ومن بعد كتشعملو ديك تديك الشعرية اللي بقات ليا ودرتها في الكسكاستة هي تفورش من نحية الحضرة من المقلة. زيت ديك الشعرية اللي مفورة جن بجاجة. هيا تشوفوها يعني راب قاتلية ودرتها في الجن. تهريك شحروها في المقلة. ديك شوية زيت اللي بقى لكم من ديك الخضرة. كتجيزوينة بزاف. هيا تشعرية هادي اللي بقات ليا هي اللي شحرت مورا خيزوه بطاطة في المقلة. وصافي غادي نردها تفور. انا ما خيطهاش. انا سديت لها يعني سديتها غيب لكو غضوني. وصافي انا هنا ارتتها طيب.